كانت تكنولوجيا 5G هي أسرع تكنولوجيا تبنتها الأسواق تجاوزت حتى تكنولوجيا 3G و 4G إذن نرى أن تبني تكنولوجيا 5G كان أسرع من المتوقع وبحثنا الخاص يشير إلى أننا سنشهد 60 إلى 65 مليون مشترك في منطقة الخليج خلال الخمس سنوات القادمة كما نعتقد أن تكنولوجيا 5G ستكون تكنولوجيا سائدة خلال الخمس سنوات بالطبع في الدول الخليج نشهد أيضا فرصا لا سيما في المملكة العربية السعودية لتكون الأوفرة حظا حيث أنها ستشهد هذا التحول يحدث بشكل أسرع وسيكون المثيل الاهتمام مراقبة هذا الأمر وبالطبع نحن جزء من هذا التحول فيما يتعلق بتبني تكنولوجيا 5G نرى أن المملكة العربية السعودية صباقة في هذا المجال فرقة كانت متقدمة في إطلاق انطقات جديدة للمشغلين وكان المشغلون يتسمون بالسرعة في تقديم إمكانيات الشبكات شهدنا أرقاما ضخمة إذن هناك انتقال من تكنولوجيا 4G إلى 5G والأمر يحدث بشكل أسرع في المملكة العربية السعودية عن أي مكان آخر وبالنسبة لمصر فهي في البداية وبالتالي لا يزال أمامها إطلاق نطاقات للشبكة والتأكلن البنية التحتية لكننا نعتقد أن مصر من خلال تبنيها السريع لخدمات الرقمية وعدد سكانها من الشباب فبمجرد أن تبدأ مصر في تبني تكنولوجيا 5G فإن الأمر سيحدث بسرعة لقد كنا في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة وكنا دائما شركاء للمملكة ولعملائنا نحن متحمسون جدا بشأن المملكة ورؤية عام 2030 ولدينا إيمان راسخ بأن هذه الرؤية ستحول فعلا المجتمع ولدينا إيمان راسخ بأن هذه الرؤية ستحول فعلا المجتمع ونحن نعلم أن الرقمنا والاقتصاد الرقمي دعاما رئيسيا في هذا التحول تتشارك المملكة العربية السعودية ومنصر في رؤية عام 2030 ومن الواضح أن هذين البلدين المهمين يبنيان هذه الرؤية لأن لديهما عدد متزايد من السكان إذن نعتقد أنهما يضمان عددا كبيرا من الشباب ونعتقد أن تبني الرقمنا أسرع بين الشباب ونعتقد أن المملكة ستظل الأوفر حظا فيما يتعلق برقمناة المجتمع وأن التبني الأسرع للتكنولوجيا 5G كمنصة ابتكار لرواد الأعمال والشركات الناشئة لبناء التطبيقات والخدمات لإضافة إلى أن هذه التكنولوجيا ستكون قوة دافعة للمملكة تشجعها على أن تكون الأوفر حظا وأن تطور خدماتها واقتصادها وخلق الوظائف للشباب وأن متأكد من أننا سنشهد الأمر نفسه يحدث في مصر بمجرد تبني التكنولوجيا وهذا إيماننا الراسخ ونحن منتزمون تجاه البلدين إذا كانت 5G في إيجابتنا، هذا نحن نقل محاولة وأننا نجحنا بشكل متأكد من هذه المدين